في السنة الماضية قمت بأداء فريضة الحج طلبا للمغفرة وأداء ركن من أركان الإسلام وعند طواف الوداء أحدثت أثناء الطواف وكنت أجهل في الحكم أي نقضت الوضوء ووصلت حتى نهاية الطواف وصليت بعدها ركعتين في المقام وجهلت الحكم أيضا أو تجهلت لكثرة الزحام ما هو الحكم في ذلك وماذا يجب أن أفعل وهل حج مقبول أفيدون عفادك أما حجك فإنه صحيح لأن طواف الوداء مفصل منه فهو واجب مستقل وعلى هذا سلا يكون في حجك نقص ولكن إحداثك في أثناء الطواف مبتل له على قول من يرى أنه تشترض الطهارة من الحدث للطواف وإذا كان مبتلا له فإنك تعتبر غير طائف طواف الوداء وطواف الوداء على قول الراجح من أقوال أهل العلم من أقوال أهل العلم طواف الوداء على القول الراجح من أقوال أهل العلم واجب لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به فقال لا أنفر أحد حتى يكون أخر عزيز بالبيت وقال ابن عباس رضي الله عنه ما أمر الناس أن يكون أخر عزيز بالبيت إلا أنه خفف عن الحائر فقول خفف عن الحائر دل على أنه على غيرها واجب ولو كان غير واجب لكان مخففا عنها وعن غيرها وقاعد أهل العلم أو عامتهم على أن من ترك واجبا فعليه دم يذبحه في مكة ووزعه على الفقراء والذي فهمت من كلام السائل حيث قال جهلت أو تجهلت أن في مضيه في طوافه وصلاة الرافتين بعده وقد أحدث فيه تهاون في هذا الأمر نبدو الله تعالى له العفو المغفرة فعليه أن يتوب إلى الله لما صنع وأن لا يعود بل إذا حصل له حدث أثناء الطواف فليأخذ وإن كان في ذلك مشقة عليه فليحتسب الأجر من الله شكرا